موسيقى موسيقى بكرة كويس اول مرة شفت فيها أندية كان في برنامج تبادل ثقافي بين الاتحاد الاوروبي والشرق الاوسط في انجلترا التجربة دي علمتني حاجات كتير اوى منها ان انا دور عال حاجات المشتركة بيني وبين الناس اكثر من الحاجات المختلفة عشان كده بحيث بطعم قوي الناس اللي نفسها تتافر و نفسها تشوف العالم السفر الكتير بيخليك شوف قد ايه الناس مهتمة تعرفك و مهتمة تعرف تفاصيل حياتك و عاداتك و تقاليدك حتى لو اسئلتهم قد تكون بديهية بالنسبة لك مهم انك توصل رسالتك و توصل للناس انت شخصيتك و وعداتك و تقاليدك بأفضل صورة ممكنة عشان كده بحيث ان كل بني قدم سفير لبلده وسفير لثقافته و عاداته و تقاليده و عشان كده بحيث انه برضو مدورنا كمن قدمين فعالين في المجتمع ان احنا نحاول نفيد اكبر قدر ممكن عشان كده بدأت برضو مبادرة في منشاية ناصر لتعليم قصتيات التربية الاعلامية للاصفال في المناطق الاقل حظة وبصراحة نتاكت مجهرة جبا ان نفيد ان الاصفال قدرين يعبروا عن نفسهم كويس او بالوسائل اللي بتعلنوها و قدرين يكونوا مواطنين نشفين و فعالين في العملية الاعلامية مهتمة جبا بتدريب اكبر قدر ممكن برضو من طلبة الاعلام و ان هما يبقوا عارفين يعبروا عن نفسهم و عارفين يكونوا مؤهلين و السكيلز عن نظر المهارات الكفاية اللي تعلمهم ازاي يبقوا ينخرطوا في سوق العمل على قد ما يقدروا اول ما يتخرجوا كل واحد ليه دور في المجتمع و انا مؤمن ان كل واحد لازم يبقى دور و فعال في المجتمع و كل واحد على قد ما يقدر يحاول يفيد اكبر قدر ممكن من الناس مش مهم انت تشهرت قدئي مهم الناس اللي انت اثرت فيهم اثرت فيهم قدئي و اثرت في كام شخص عشان كده انا نسي لما بص تاني على حياتي لما اكبر ابقى مؤمنة جدا ان انا عملت اللي عليا و ان انا فدت اكبر قدر ممكن من الناس و ان الناس دي فعلا 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 انا تحلمت حاجة جديدة في حياتها اشتركوا في القناة